السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وزيد وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النهاردة نعمل مع بعض طريقة جديدة للمؤفراخ مرتعم مختلف خليكم معي عشان تعرفوا الطريقة الجديدة ديت والطعم هيبقى في الآخر تحفة بجد أولوك على المكونات بقى نبدأ نقول بسم الله معي هنا ايه معي كبات لبا الرايب ومعي زبداية ومعي هنا ارفا ومعي الباكو دوت اللي هو خلطة الدجاج بتعم التوم والكسبرة طعم جديد وطعم مختلف اي انا هحط هنا الزبادي اول حاجة زي ما قلتلكم انا هحط حاجات مكونات تانية اضافية في الطريقة ديت هتديها طعم جميل جدا ومختلفة طبعا احنا زهقنا من الانواع الفراخ كلها اللي احنا بنعملها فعايزين نجدده ونعمله طعم جديد فالطعم دوت هيجيبك وجربوه معي وهيجيبك ايه بس انا هطيت الزبادي وحطيت اللبن الرايب وحطيت هنا الارفة وحاصر اللمون ما دفتش بقى بصل ولا اي حاجة انتم تعاودين دايما انا بعمله معيكو بقى بشرة البصل وكده لا المرة دي مش هعملها بصل خالص هعملها بالطريقة دي وتطلع معيكو الطريقة بتاعتها وطعمها جميل جدا اهم حاجة عندنا الطعم النهائي في الاخر هاخد بقلبيكو دوت بعد كده وهفضي ايه هفضي في قلب الطبق طبعا هو فيه تدبيلة تدبيلة ديت يعني كذا حاجة وبعض يا طوم وصبرة ناشفة وحاجات يا مقاوي بس انا بحب ازود النكاهات اللي انا بحبها اه فحطيت زي ما انتم شفتوا الارفة وهحطت لسه حاجات تانية معيها يعني مش هكتفي بس بالارفة اللي انا ايه حطتها طبعا بقلب كل الخلطة حلوة اوي الاول وبعد كده ايه هشوف دلوقتي انا لسه كمان هديف زي ما قلت لكم حاجات وهقلبها برضك معيها لسه هحط ايه بما ان احنا بقى من هنا بكوزبرة والتوم هحط كوزبرة ناشفة او الخلطة بتاعتنا كانت بكوزبرة والتوم وحطيت هنا ايه ايه توم البودر بتاعي وهديف هنا ايه معلقة كبيرة كده زيت هي دي الخلطة اللي انا عملتها معيه قعود الوقتي وهتشوفوا بقى هنتدبيله بها الفراخ ازاي بقى وههم حاجة بقى في تدبيل الفراخ وانت بتحط التدبيلة ازاي تتحطها الفرخة عشان تبقى طعمها كلها واخدى تعمل التدبيلة بتاعتنا بصوا هنا انا بقى عمل ايه انا الاول بقى حطها من فوق كده زي ما انتم شايفين مش هكتفي طبعا بان انا اتبيلها من فوق بس او من الشكل الخارجي لا اهم حاجة بقى وانت بتدبيل الفراخ توصلي كل التدبيلة بتاعتك لكل اجزاء بتاعت الفراخ انا صبعا هنا عاملة زي ما انتم شايفين كده لو انتم اخدين بالكو انا مقطع يمكن مقطعتاش قدامكم ايه انا مقطع كده الفراخ او ايه مفتحها يعني مفتحها بالسكينة من كل النواحي كده عشان التدبيلة بتاعتي تتشرب حلوة قوي وفي نفس الوقت عشان تستوى ايه انا عاملة زي ما انتم شايفين مسحاحة انا عجبتني بقى حكاية ان انا عملتها بالكده الفرخة بحالها من غير ما بقطعها وازاي سويها وتطلع السواب بتاعها جميل اه من غير ولا باني بسلقها يعني ولا بحط لها اي حاجة ما بحط لاش اي مية ولا اي حاجة هنا بقى ايه المرة الفتحة عملتها معكم نفس الطريقة دي ان انا حطيت ومن غير كيش حراري برضك حطيت ايه حطيت ورق الاليمونيوم وحطيت ورق الزبدة طبعا اهم حاجة عشان ايه الورق الاليمونيوم بيتفعل مع بيتفعل مع الاكل فحلت حطيت ورق الزبدة واحطت بقى الفرخة زي ما انتم شايفينك انا نزلتها كلها بكل التدبيلة بتاعتها كده زي ان الطريقة بتاعتها سهلة اهيه وتدبيلتها سهلة وبسيطة بس اهم حاجة زي ما قلنا لازم بتفتحي الجناب كلها بتدخلي التدبيلة بتاعتك كلها في قلب الفرخة لقد ما تقداري من جميع النواحي طبعا اهم حاجة بقى بتقفلي بقى كل ده تقفيلة حلوة عشان الفرخة بتاعتك تستوى ومتخدش معيك وقت برضك وتطلع معيك اهم حاجة من جوة مستوية ما فيش اي حاجة فيها بصوا بقى كده خلاص انا هحطت بقى الفرخة بتاعتي في الفرن بقى لحد ما تستوى وهطلحها بصوا زي ما انتم شايفين هي طبعا بتنزل المية بتاعتها بصوا استويت معيه ازاي ترى اما عملت كده بالسكينة ما فيش طبعا اي حاجة من السوائل السوائل طالع عبيضة ما يبقى كده ايا معيها استوى حطيتها بعد ما عاريتها بقى حطيتها تحت الشوائل خدت اللون الحلو دوت وصراحة طعمها طلع طحفة وجميل يا ريت تجربوه وتعجبكو طبعا التدبيلة مختلفة وطعم حلو قوي بتنسونيش بس اهم حاجة كل مرة بقول ودايما بتنسو تحطوا لي لايك ولو اول مرة شوفيني اشتركي في القناة وفعالي الجرس واشوفك ان شاء الله بقى فيديو جيد وطريقة جيدة والسلام عليكم